السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في قناة تربية الحسون لنا عودة معكم تحياتي لكل العرب والإخوان من أي مكان يتابعوا فينا على الصفحة نشكركم ياسر ونعتذر للناس اللي مزيد ما تفهمش اللغة داي أنا أحاول أني أتكلم باللغة العربية على قدر ما أستطيع لكي أقوم بإيصال فهم لأي كان في أي مكان الحمد لله بسم الله اليوم سنتكلم عن موضوع آخر وهو ما هي أحسن فترة للقضاء على الفاش أو القمل لدى الحسون أو الكناري في هذا الموسم يعني أحسن فترة تقضي عليها على الفاش تتهنى منه نهائيا في هذا الموسم دو كان أشرح لكم كيفية قبل كل شي رح نقدم رسالة للناس اللي تابعوا في اليوتيوب لا نقدم فهل للمربين دكار للناس اللي تابعوا في اليوتيوب يا ناس ننصحكم نصح حذاري ثم حذاري ثم حذار راهي كثرة ناس تخدم على اليوتيوب مفبركة يعني فوق ما تتبعش أي واحد ما نقول لكمش تبعوني أنا دكار ما تتبعوش أي واحد أنا راني قاعد ندور هذه الأيام في اليوتيوب وليت نشوف في ناس قاعدة تخرمط قد 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 سيبرساء أنا قلقت أنا مش مالعادة تعي أني نطيح ولا نهضر على الناس وما نذكر حتى واحد راح نشر برك الفاهم يفهم راني ندور في اليوتيوب نلقى بعض الناس المهم يحط فيديو في اليوتيوب برك يديرو له جامع يتابعوه وكومنتر وكسي ترا وكسي ولينا لبزه يا ناس خفوا ربي قادر تأذي عصفور تعا واحد بلا غير ما تشعر وتسدن به راني نشوف في اليوتيوب واحد يعمل لي خلطتي السحرية للأكل سبحان الله وش العصفور هذا راح تعمله الملوخية ولا تعمله القناوية ولا تعمله لوبيا خلطتي السحرية جامي شفت هنا واحد أخر يقول لك كما أمير ذباحة نشكروه اهدر في هادرة صحيحة طريقته في التسميع تسمع الجان بالسيدي وتعمله ريفران وتعمله كوبلي راب هذا أجمع فرخ تسمعه تسمعه غناء تعطيه شان بها يحكم شان تعمله سيدي وتلسقله وكارت ميموار تسمع الفرخ هذا او ميهزلكش ناس او اهدرها امير ذباح غير هو يهدر لا يهزلكش العصفور لغناء حاب تسمع العصفور لغناء وشان اللي تحبه روح يجيب له شان مسجل شان تعصفور عصفور مسجل مسجل ببرطابل مسجل بباف مسجل بأي حاجة المهم سامع صوت عصفور أصلي ماهوش تركب له بس يدي العصفور لغناء راح يهزلك مسيدي كوبلي بطعة حاجة صغيرة سيبرصان نحن نقوله او صوت العصفور او فسخ هذه هي وعلا نقوله او فسخ او صوت هذه فيما خص التسميع يا ناس تع سيدي هذي راح يغاضر انا مانستعرفش به تسميع اصلي يعني يهز على حسون مغني ومسجل لغناء لسيدي لوي ثالث حاجة واحد يقول لي خلطتي السحرية نفوتوها اخلاها جميعا هي خلطتي السحرية هذه الماكلة تخلط له عسل مع الزنجبيل ثالث حاجة حتى وصلنا انه عدنا نكسكسوا في الاكل تعال عصفور نجيبلك البراقة ونكسكسوها الناس هتقول ليه غالطة لحويجة هذه فيما يخص بعض النقاط وعليها قلت لكم انتبعوش ياسر ناس في اليوتيوب واحد حالشان في اليوتيوب يقدم في حصة يعلم الناس ويبخص في الناس ويستهزئ بها ويزيد في الهدرة ولازم ينمم في الناس ويطيح في اليوتيوب ويخدم خدمتك واسكد بارك لا تطيح حتى في واحد نهار كامل وينمم نهار كامل وكذا واحد وكان بعض اخويا مرابين في اليوتيوب يقدموا حيصص ما شاء الله يخدم في خدمته السلام عليكم دكور هذا يعني بعض النقاط التي لم تستطيع حكمها نصرحنا بها نرجع للموضوع اليوم سوف نعطيكم أحسن فترة تقضي عليها على القمل أو الفاش لدي الحسون أو الكاناري في هذا الموسم ما هي أحسن فترة أحسن فترة هي في مدة تغيار الريش سوف تقول لي سوف تقضي عليها أحسن فترة تقضي على الفاش في فترة تغيار الريش أحسن فترة لدي الحسون لدي الحسون سهلا سوف تقوم بالرش الحسون أو الكاناري بالأدوية التي أحبتها عندي أنا في اليوتيوب سواء دواء الإسباني هذيك جربته أنا ونفع لكن ما نفعش هذيك حاجه لدينا دواء إسباني مقدمه في اليوتيوب وعننا بعض المقادير عملهم أنا للقضاء على القمل أو الفاش طبيعيا توجد في المنزل أنا شرحنا رحوا وشوفوا العلاجات ضد الفاش لما أحبش يشوف يشري أدوية ضب الراس والمهم أنا أعطيتكم مزوز مواضية على الأدوية التي تقضي على الفاش وأنا مجربهم شخصيا من أكثر حتى واحد أحسن فترة تقضي عليها على الفاش هي في مدة غيار الريش عليها يعود الحسون أو الكاناري يغير في الريش وش يديره يبدأ يفرطس القمل وين يروح يروح يتخزن تحت الريش يعني كما نقول نحن كيعود مفرطس في الرقبة أو في الرأسة أو في الجناع أو في الظهر أو من ناحية ضيل رح يروح يتمركز في النقطة اللي فهل كثير من الريش يعني أنت ثم تقدر تحصر العصفور ضد الفاش وش يديره رح ترش العصفور كما نقول نحن كامل حتى على التفرطس بالدواء هذا ركز على المنطقة اللي فهل كثير رح تلاحظ بعينك بعض نصف ساعة الفاش بترموم يهر من الدواء ستلاحظ ويمشي حتى في التفرطس هذه الحسون دورك نزيد نشرح لكم كيفية تزيد تقضي علي كيفية تزيد تقضي على الفاش شفتي أنت الحسون أكبر مرحلة رح تقضي فهل على الفاش نهائيا كما تشوف الحسون تاعك في أسوأ مراحل تغيير الريش أو الكناري في أسوأ مراحل تغيير ريش كمبلي يعني فرطس خلافي في ظهره في رأسه في رقبته في الذيلة وكل شيء قم أنت بعلاج حسونك أو العصفور بالدواء ضد الفاش يوميا وضعه في الشمس يوميا رح تلقى الفاش يهرب للقفص رح يهرب للمجثب ثانيا أنت لما تكون تقوم بعملية علاج الحسون أو الكناري أو أي عصفور رح تكون مجهز قفص آخر يعني تكون اشتريت قفص آخر جديد بكل التجهيزات رو أنك لكان شريتي قفص ورجعتي العلبة القديمة والمجثم القديمة كما عملتي والو قادر تكون فاشة واحدة تنتقلك لقفص جديد ما درتي والو رح تشري قفص جديد مجهز بكل التجهيزات سواء مجثم قرارة المال أكل أرضية القفص دكور رح تكون مجهز شفتي أنت يوميا وانت تعالش فيه بده هو ضد الفاش وهو في القفص هذا الأقديم وهو مريش أبقى ديما رشوا وحطوا في الشم النهار اللي تشوف في العصفور كناري حسون أي عصفور أخر مريض بالقم تشوفوا هبط الريش وبدأ نهائيا وبدأ يطلع في الريش الجديد وشدير تغير تماما العصفور من القفص القديم مباشرة للجديد ثالث نقطة كتقوم بتغيير العصفور من القفص القديم الجديد في أثناء غيار الريش ما تمسكوش بيدك خاصة الحسون الكناري ممكن خاصة الحسون لأنه ما يحبش يتحكم باليد لو كان حكمته بيدك رح يقوم مباشرة بإعادة تغيير الريش يعني حاول أنك تفتح باب القفص القديم مع باب القفص الجديد وتقوم بنشه للقفص الجديد رابع نقطة مهمة جدا كتغير القفص العصفور من القفص القفص لازم عليك تغيره في الليل عليها تغيره في الليل كي يجيل حسون تاعك رح ينام قم مشو نائم كي راح ينام قم بتغيير العصفور عليها هذه طريقة تكتيكية كتغير لو أنت في الليل العصفور تاعك ينتقل من القفص القديم إلى القفص الجديد مباشرة تعلقه وتغطيه ينام ملاحظش التغير وعليها الحسون ذكي كي تغيروا من القفص القديم في الجديد في النهار راح يقوم بالتوقف على الغناء راح يلقى مكان جديد يبدأ يستكشف من هنا ممكن يدخل في صدمة أنه مغنيش ممكن أنه يعاود يغير لك الريش بارسكيو يقول لك ما نتنقلوش من مكان مفاجئ بصح كي تغيروا في الليل راح تعلقه وتغطيه هنا مينوظ ينسى بالأوكال في القفص الأخ ركزولي عن نقاط هذا المجمع يعني قدت كي يبدأ العصفور راح يقوم بالمرحلة إنبات الريش قم بالتغيير في قفص جديد وقم بالتراثمان معالجة العصفور ضد القمل أو الفاش وإن شاء الله إن شاء الله راح تلاحظوا الفرق أنه الحسون تاعك أو الكاناري أو أي عصفور ارتاح من القمل وعليه قمت بعملية تكتيكية كان يهبط في الريش والقمل يتخزن تحت الريش يعني كيف تصل العصفور القمل راح يهرب للمكان اللي فيها الريش راح يهرب القمل مباشرة للقفص ولا في المشربية أو في المأكل أو المجثم وبالتالي تقوم بالعملية تاعي راح تقضي على الفاش في هذا الموسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنا عودة معكم وإن شاء الله الرسالة تاعي توصل ونشكر كل الناس ونتمنى أن حتى واحد ما يقلق مني السلام كان معاكم تربية الحسون الصفحة الرسمية جالا